مسكين مسئولية مدير مشروع مهندس محمود محمد ترابيس أولا كل سنة وحيك طيب وحد هذا كتاب الزعفة الله يخليك شاب مسئول عن هذا المشروع ممكن تكلمنا عن فكرة أن يتعامل المشروع في هذا المكان لما تعرض الفكرة دي والتعامل المخاطط لهذا كلام يطلع بالشكل اللي كان مطلوب احنا بدأنا في الانشاء في مدينة رفحة جديدة بقلنا دلوقتي ثلاث سنين الحمد لله يعني وصلنا لنسبة تنفيذ عالية في المشروع وصلنا يعني حاليا نشغلين في 200-72 عمارة مقسمهم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى 41 عمارة تم الانتهاء منها بنسبة 100% المرحلة الثانية 43 عمارة تم الانتهاء منها بنسبة 90% المرحلة الثالثة 188 عمارة تم الانتهاء منها بنسبة 42% بجانب العمير دي وستوز أحمد احنا معنا دلوقتي خدمات بحيس أن نقدر يعني تغطي المشروع عندنا محطة صرف تمام تغطي المدينة بالكامل عندنا محطة كهرباء عندنا كهرباء وصرف عندنا غاز طبيعي حاليا شغالين فيه عندنا خطوط اتصالات لأول مرة يبقى هنا غاز طبيعي ولا قصة موجود حاليا لسه بدئين فيه تمام خطوط غاز طبيعي تشمل مدينة بالكامل عندنا برضو شبكات اتصالات شغالين فيها دلوقتي تمام فيه برضو مباني خدمية مثلا عندنا حضنطين هنا مساحة الحضنة الواحدة 300 متر عندنا مسجد داخل المشروع عندنا مسجد برضو هنا 200 مصلة عندنا نقطة اطفا نقطة شرطة عندنا مغبز آلي للأهالي طبعا كافة الخدمات موجودة فيه هنا مستشف موجود مدرسين هنا فكافة الخدمات موجودة ايه لما جيت تشتغل في هذا المشروع حدك الاول من اين انا من البحيرة سوزعم نعم كل اللي معاكو شباب من اين لا احنا معنا من كافة المحافظات يعني معنا بس الغالبية طبعا العظمة هنا لأهالي شمال سيناء بنسبة يعني 50% ممكن نقول أهالي شمال سيناء وباقي 50% التانيين كلهم مختربين اللي جاي من الكاهرة والأقاليم وكذا فيه دلوقتي معنا 6000 عامل على مهندس على فني موجودين متوجودين معنا في المشروع اه شبكة طرق ما تربط باقي المدينة او المدن المجورة او العريش او غيره المحافظة وغيره بالفعل فيه شبكة طرق موجودة هنا تمام احنا على بعد 8 كيلو من الحدود الحدود الدولية تمام اه فيه شبكة طرق طبعا بتمدنا لحد المدينة زوايد وبالاستكمال بتوصل لحد مدينة العريش تمام فحاليا لا احنا شغالين وعملين يعني حاجة كمستوى انها مدينة زي بقى المدن المصرية زي ضميات الجديدة زي المنصورة الجديدة زي كافة المدن الجديدة كلها لما المشروع ده موجود هنا في رفح واللي كان والارهاب واللي كان بيعصروا جماعات واخدين حق يعني كنت الان لما جيت ويهو الوضع اللي اختلف من اول ما جيت لحد النهاردة والنهاردة هو من ناحية التأمينة سوز احمد المدينة هنا بالكامل ما فيش اي ارهاب ولا فيه اي حد بيقدر اصلا يفكر ييجي هنا لان المدينة المتأمنة جامد فيه فعلا يعني فيه امان بطريقة يعني يعني احنا حاسين بها حتى احنا موجودين هنا اللي موجود بره العريش وبره سينة هو مش متخيل الموضوع زي ما احنا موجودين هنا تمام لكن الحمد لله التأمين هنا اين بدوره كويس مفيش اي خطورة ولا فيه اي مشاكل الارهاب ولا الكلام ده الحمد لله شرفتين وبشكرك